بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقة جديدة الدهب هيخسر ألف جنيه من قيمته في الأيام القادمة بسبب تسعيره بالسوق الرسمية اللي هو 31 جنيه زي البنك المركزي وبسبب تسعيره في البرصة وكمان اللي هو سندوق استثمار الدهب أقول لحضراتكم على القصة كلها يدلوقتي وأطمن حضراتكم لو كنتوا اشتريتوا دهب أقول لحضراتكم هل اللي معاه دهب بسرعة يتخلى عنه ولا يشتري دهب في الأيام القادمة ودي فرصة للشراء أول حاجة لازم تكون عارف زي ما قلت لحضراتكم بارح كان متوقع أنه إما هيتم رفع أسعار الفايدة بقيمة 25% في الفدرال الأمريكي وإما هيتم تثبيت أسعار الفايدة كل ساعة بنشوف أحداث جديدة جدا والعالم من حوالينا بيتغير 80% من المؤسسات المالية في العالم بتقولوا أنه هيتم رفع الفايدة بقيمة 25 نقطة أساس يعني ربع في المية وقبل الاجتماع بعشرين ساعة شفنا طبعا حدث هو الأهم في 2023 يتمثل في أنه الكونجرس الأمريكي الكونجرس الأمريكي بيطلب من جيرون باول رئيس الاحتياط الفدرالي بوقف رفع الفايدة بسبب فشل وزارة الخزينة في حل مشكلة الديون الخارجية وكمان التسبب منه في أنه إفلاس التلات بنوك اللي قلت لحضراتكم عليهم قبل كده بنك سيليكون فاليو بنك سيجنتشر وبنك كريدي سويس ولسه فيه بنك للأسف ماشي في الطريق نفس القصة بالضبط وتم إعلان مؤشرات كتيرة جدا بتقول أنه ممكن يفلس في الأيام القادمة طبعا أنا قلت لحضراتكم أنه تم توجيه الاتهام من داخل الكونجرس للفدرالي الأمريكي ولكن الفدرالي الأمريكي بعدها طلع تصريحات بأنه لا يبالي بتصريحات الكونجرس الأمريكي دلوقتي الكونجرس الأمريكي كان بيطلب إمبارح قبل الاجتماع بحوالي 20 ساعة وبصورة رسمية من الفدرالي الأمريكي أو من جيرون بول بأنه يوقف سياسة تشدد النقضي اللي بتتمثل في رفع الفايدة وطبعا السبب في الطلب ده وأنه عندهم تخوف مخوف كبيرة جدا بتزاود الدين الخارجي بصورة يصعب السيطرة عليها طبعا لو ده حصل وبالفعل امتسل الاحتياط الفدرالي إلى الكونجرس الأمريكي ولم يتم رفع أسعار الفايدة بسبب توصيات دي يبقى هنشوف ارتفاع في أسعار الدهب بصورة غير مسبوقة على الإطلاق على فكرة اللي بنتكلم فيه ده موضوع خطير جدا وعلى فكرة تصريح زي ده كفيل أنه يغير أسوأ الدهب عالميا 360 درجة ده كده بالنسبة لعالميا عندنا هنا بقى في مصر التصريحات الجديدة اللي برضو كفيلة أنها توقع سوء الدهب بس برضو مش هنقدر نقول أنه ده شيء وحش بالعكس لو ده تم هيكون شيء حلو جدا وهيزبط الأسواق بشكل مش طبيعي كلنا شايفين هنا في مصر الدهب بيرتفع عالميا 20 دولار ده أقصى شيء عندنا هنا في مصر بيعلى 300 جنيه مع أن لو هو بيجيبها بالدولار يعني لو بيحسبها بالدولار أسوأ الدولار يبقى الدهب عمره ما يزيد أزيد من 50 جنيه وبقى مع بعض نشوف عندنا إيه الجديد هنا في مصر سواء للي اشترى أو حتى ما اشتراش دهب هي القصة كلها سمعناها كلنا النهاردة كلها أنه عندنا هنا في مصر فيه شركة إماراتية هي شركة سام هي اللي هتصعر الدهب في الأيام اللي جاية ولكن داخل البورصة ولكن بسعر الدولار في البنك المركزي يعني بمعنى أنه هيكون ب31 جنيه وكمان إنه هيتم العمل بسندوق الدهب اتكلمت مع حضرتكو كتير جدا قبل كده في سندوق الدهب إنه هيبدأ من الشهر القادم كتير بقى لنا فترة طويلة نسمع ولكن لحد دلوقتي هو كلام ما شفناهوش بيتحقق على أرض الواقع يعني إيه سندوق الدهب يعني بمعنى إنه حضرتك هتروح شفته سنديق الاستثمار اللي اتكلمت مع حضرتكو كتير قبلها قبل كده عنها في الحلقات بتاعة البنوك نفس فكرة سنديق الاستثمار حضرتك بتروح تشتري وصائق للدهب الوصائق دي أنا ساي مثلا ممكن يقول لحضرتك الوصيقة ب100 جنيه ب200 جنيه ب200 جنيه أنا عايز أشتري ب1000 جنيه وبقةتتمثل مثلا ده مثال لو هي مثلا ب300 جنيه أو ب400 جنيه أو ب500 جنيه لو هي ب500 جنيه هشتري أنا وثقتين يبقى أنا كده معايا وثقتين ده دهب مش عيني يعني حضرتك لي هتلمس الدهب بإيديك ولا هتشوفه أنت حضرتك هتتداول على الدهب في البورصة ولكن بالسعر الرسمي اللي هو الواحد وثلاثين جنيه طول ما بالذهب بيرتفع عالمياً هيرتفع مع حضرتك سعر الوصيقة لكن حضرتك طبعاً ما لكش علاقة بالذهب يعني لا بتمسك الدهب ولا بتشتريه ولا بتاخده انت بتاخد الوصائق دي بس هي دي اللي حضرتك بتتاجر بيها هتقول لي يعني أنا لا مشغولات ذهبية ولا سبائك ولا جنيهات ولا عملة ولا أي شيء خالص خالص حضرتك هداخد الوصيقة ولكن برضو هيكون لها مميزات حلوة جداً جداً في أنه حضرتك مش هتشيل همه أشيل الدهب فين يعني مش هتخاف عليه من الحرائق من مثلاً السرقة من أي شيء تاني أنه حضرتك هتتعامل بالسعر الرسمي يعني هتبقى مرتبط بعالمياً بيرتفع هناك بيرتفع هناك بيرتفع هناك بيرخفض هناك بيرنخفض هنا ثالث حاجة بعد كده أنه حضرتك لو حبيت تستغنى عن الدهب في لحظة واحدة خلاص بتبيع الوصائق أو بتتنازل عنها لصالح الصندوق وما نقدرش ننكر أنه ده شيء هيبقى يكون موثوق فيه جداً لأنه هيتعامل من داخل البنوك وكمان هيبقى مملوك أو مضمون من البنك المركزي والحاجة اللي بعد كده أنه حضرتك مش هتشيل همه بقى ولا كشبك ولا أنه حضرتك هتدفع الضريبة ولا دمغة ولا أي حاجة خالص على الدهب حضرتك هتشتري الوصيقة زي ما هي حضرتك ملكش خالص أي علاقة من الأصل إحنا بندفع ليه المصنعية المصنعية هي دي قيمة شغل الدهب يعني شغل الصناعي في الجرام بتاع الدهب لأ أنا ما بشتريش في شغورة جرام يعني أنا مش هدفع مصنعية ولا جنيه هو بيبقى واحد دولار على صفقة البيع والشراء مش أكتر من كده ولا أقل من كده وبتتعامل بالأسواق الرسمية للدهب طيب هيتم العمل بدائمته وهل إيه ممكن يكون تأثيره على موضوع الدهب هقول لحضرتك إنه إحنا مؤخرا بأدى شيء موجود في مصر ما كانش موجود قبل كده خالص واحتمال يتعامل به من الشهر القادم وبنسمع عنه من شهر واحد اللي فات وتكلمته مع حضرتكو فيه في شهر ديسمبر الماضي 2022 ولكن بيقولوا إنه هيتم العمل به من الشهر القادم طب هل ده هيأثر على الدهب؟ هقول لحضرتك ده لو زبونه وده لو زبونه ده هيكون سوء وده هيكون سوء تاني خالص بمعنى إنه أنا ممكن أكون حابة الموضوع وشايفة إنه بالنسبة لي option وممكن غيري لا ما يبقاش حابب الموضوع خالص ما يبقاش شايف إنه ده option بحب أجيب الدهب بتاعي ده إحنا ساعات بنتكلم مع الناس نقوله هات سبيكة وهات جنيه دهب ويبقى هو عنده إصرار غير عادي لا أنا هروح أجيب دهب اللي هو الحلو اللي بيلمع لي في الصوص ده كل واحد ولو شخصية وكل واحد ولو تركيبة في الاستثمار بتاعه ولكن هي صورة حلوة جدا للإستثمار هتأثر على الدهب مش متوقع لأنه زي ما قلت لحضرتكو كده زي ما يكون فيه ألف منتج من الاستثمار نسحب الشهادات نسحب زون الخزانة نسحب سندات الخزانة نسحب تشتير الدهب وكل الأسواق دي شغالة يعني برغم إنه فيه شهادات دلوقتي إلى إنه سوق الدهب بيرتفع بشكل مش طبيعي فهيكون فيه ناس من دولي فكرة هتكون لسه جديدة في مصر صعب إنه تلغي الساغة أو صعب إنه تلغي أسواق الدهب لازم هتكون أسواق الدهب موجودة زي ما هي الدهب عالمياً في صورة ارتفاع المؤشر عندنا هنا في مصر برضو بيرتفع قلت لحضراتكم إن الموضوع لسه نكمل معنا لحد نهاية 2023 وحتى بداية 2024 اللي بيحب التعامل في البورصة بس هو اللي هيحب إنه يشتري فيه سندي استثمار الدهب أما الناس العاديين والطبيعيين أو الاعتباريين الأشخاص العاديين اللي بيحبوا يروحوا الساغة يشتروا الدهب ويقطنوا دول عمرهم ما يروحوا ناحية سنديء الدهب أو سنديء استثمار الدهب فمش عارفة ده هيأثر عليه ولا لأ في الأيام القادمة هنشوف ده ولكن اللي معه دهب عمره ما هيخسر أي قيمة موجودة معاه وإلا أنا بقى بقول لحضراتكم إنه الساغة هتبقى مش موجودة يعني أنا أخد الدهب بتاعي أروح أبيعه مش علاق اللي يشتري مني لا خالص ده عمره ما هيحصل طبعا هو ده هيكون سوء وده سوء لوحده ده هيكون ليزبونه زي ما التعامل في البرصة موجود والتعامل في سندات الخزانة وزون الخزانة والشهادات موجود واللي اتنين شغالين وكسبانين وكويسين وزي الفل لكن ما نقدرش ننكر إن ده شيء حلو جدا 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 للي ما اشتراش لو حابب نشتري فيه ده حاجة حلوة جدا طبعا ولكن اللي اشترى دهب لأ طبعا مش هيخسر فيه حاجة خالص بالعكس في الأيام القادمة هيكون فيه ارتفاع في أسوأ الدهب وفي مؤشرات الدهب لما بيكون فيه شيء بينزر منخفاض بنقول لحضرتكو اللي اشترى دهب مش أنا اللي قلت وزير التموين قال محدش يتخلى عن جرام واحد من الدهب اللي معاه ولكن لو حضرتك لسه ما اشترتش ولو ده عمل انخفاض ما تقلقوش ده هيبقى منحنة وهيرجع صحح وضوة تاني ولكن اللي عايز يشتري دي فرصة حضرتك للشراء لو ده حصل والتصريحات دي اثرت على أسوأ الدهب تقدر حضرتك تشتري بقيمة 70% من محفظتك الاستثمارية وبعد كده حضرتك هتهدى شوية على الدهب وهنا انتظر عليه قيمة سنة الصفقة ما تقلش عن سنة وبعد كده حضرتك هتحقق طرجت كويس جدا اما لللي حابب يعرف ايه نوع الدهب اللي اشتريه اول شي هيكون السبايك وتكون السبايك حجمها قليل وتكون مدموغة وتكون مغلفة وحضرتك تاخد ضريبة تاخد فطورة ضريبية مكتوب فيها الاختام والموازين هنبعد خالص عن السبايك البلدي وتكون السبايكة مدموغة ومغلفة حضرتك ما تفكش التغليفة عشان الكاشبك ونفس الشيء في الجنيه للدهب بعد كده بتيجي المشغولات الزهبية بلاش الدهب الكسر وبلاش الدهب اللي هو الانلاين حضرتك هتشتري مشغولات زهبية مستعملة بلاش الدهب اللي بيلمع بفصوص اللي بيبقى موجود في الفاترينة كل مرة بقول لحضرتكو الكلام ده وفيه عند حضرتكو الحلقة دي عشان خاطر المحزير اللي حضرتك بتعرفها هتبين لحضرتك الحلقة دي بالذات هتبين لحضرتك ازاي تعرف نوع السبايكة وازاي تقدر انت تشتري الدهب في صورة دهب مضمون بقيمة 100% اتمنى كده اكون قدر تطمن حضرتكو ما تقلقوش في الايام اللي جاية ولسه كمان مع ارتفاع الدولار والتعويم هنشوف ارتفاع غير عادي اللي اشتري الدهب هو الوحيد اللي حافظ على قيمة امواله في 2023 بنا كده يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لحضرتكو من ساعة ما سمعت الموضوع الصبح حتى حبيت بس اعرف القصة فين ورايحة فين بالزبط وبعد كده حبيت اطلع اقول لحضرتكو القصة ايه فبعتذر عن انه انا ممكن اكون اتأخرت عن حضرتكو في الفيديو شوية بنا كده يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لحضرتكو واشوفكم فيديو جديد وخبر جديد فامان الله اشتركوا في القناة